من الأندية المصرية المخبزية وماذا عندك يا مخبزي وأخبار الأهلي طبعا البداية حتتك ومنطقتك سبعة الفلة كابتن مهيب يا رب تكون بخير وسعيدة وكن معك دايما خلان نبدأ الأول في صفقة عمر كمال عبدالواحد كلمنا عليها المرة اللي فاتت صفقة عمر كمال عبدالواحد خلاص نقول أن عمر كمال عبدالواحد لعب في النادي الأهلي مدة ثلاث سنين ونص كان تدخر مهندس عدل القيه وهو لأدار الصفقة من البداية للنهاية والكاتر الخطيب لما حضر القاهرة قبل صفر المرات تتحدث مع الدكتور وليد دابس رئيس نادي مودرن فيوتشر وأنهى الصفقة بشكل تام هقول لك تفاصيل الصفقة بشكل تام يعني عشان ديب عندنا احنا هنا عندي كلام إنه لسه ما فيش حاجة تمت بنسبة يعني 99% الصفقة خلاص تمت أو شكت بس عمر كمال عبدالواحد بيطرق باب العديد من الأندية يا مخبزي خلينا نقول عمر كمال عبدالواحد أنهى كل الاتفاقات مع النادي الأهلي ماشي عنقل اتفاقات المادي 7 مليون جنيه لنادي مودرن فيوتشر مع إعارة لعب واحد فقط من النادي الأهلي اللي متبكي فقط في الصفقة هو تحديد اللاعب ده تبدأ معي عم حاجة دلوقتي كان نادي مودرن فيوتشر طالب كريم نادفوتس النادي الأهلي متمسك باستمرار كامير نادفوتس كولر مش عاوز سيب كريم خالص لان انت عارف إنه عمر كمال عبدالواحد بالأهلي مش هستفيد منه في دور أبطال أفريقيا لا عمر دي خلاص منتهية هيخد فيها أولى 17 مليون ده في الموسم ده منتهى لو كده تتوزن ده فيها أولى في النادي الأهلي لا إنه هو كان هيخد 30 مليون كان جاله من أكتر من مكان لا لا حقول لك عشان أنا قلت الكلام ده هقوله تاني اللي هي بيقولوها مقدم منتعاقد منح التعاقد منح التعاقد 30 مليون من بيرانز و10 مليون في السنة لا عمر كمال عبدالواحد هاخد فيها أولى في النادي الأهلي 17 مليون هي هي ليه بقى لإنه اللي وقف الصفقة إن عمر قال لهم خلصوه من فيوتشر فمنح التعاقد دي بتروح للعيب الفري فري فقط لغيره وعمر كمال عبدالواحد بكابتو مهيب لعب بلغة الكرة كده لعب أصيل لأن عمر كان ممكن يستنى مثلا كان باتفاقه مع النادي الأهلي إنه هو يستمر لنهاية الموسم النادي الأهلي كان فيه في بداية المفاوضات مع نادي الأهلي إنه هو يستمر معه لنهاية الموسم عشان يخلصه فري النادي الأهلي دي عمر قال لهم لا أنا عاوز أخلص معه فيوتشر وفيوتشر يستفد مني لأنه هو في نادي فيوتشر على مدار الأربع سنين ده هما أنا شفت المستوية في نادي ميوتر فيوتشر هو اللي رجعني تاني للحياة بعد مصري بعد كده راح نادي الزمالك زمالك أزمة القيد بعد كده راح موفيوتشر لا هو الرجل يعني عنده أصلي أصيل في نادي موفيوتشر فأزمة اللاعب الوحيدة اللي هي لسه متوقية عشان هي الساقة بشكل كام الأهل رفض تماما الاستغناء عن كريم ندفيد لأنه قرى متمسك بكريم ندفيد كولر شايف أن كريم ندفيد واحد ملتزم جدا في الملعب واحد داخل التدريب ملتزم في المواعيد وملتزم داخل خارج الملعب مجهوده كبير جدا يعني هو مكان مين الأقرب لحد دلوقتي خالد عبد الفتاح بس بس هو لعب واحد فقط لا يروح من نادي الأهلي نادي مودر فنوتشار وإعارة سنة لأن كان مودر فنوتشار لعب طالب اثنين لعيبة في الأول اللي وصل الاتفاعلها هيبها سبعة مليون زائد إعارة لعب من نادي الأهلي وهو الأقرب لحتى الآن وهيتم حاسمه خلال 48 ساعة من خلال كولر خالد عبد الفتاح مين لا يرحل من نادي الأهلي فيه أكتر من حد يعني خالد عبد الفتاح دل هيدخل طبعا هيدخل في صفقة عمر كامل عبد الواحد إذا قدر خلاص بشكل تام خالنا نتكلم عن صلاح معصن بشكل كبير جدا أنه هو مش هيضع يعني صلاح معصن ما عنده يعني فقد الثقة داخل نادي الأهلي صلاح معصن شفنا طلع سموحها قبل كده طلع سلامت كل بطرة قبل كده اتقلق هناك نادي الأهلي رجعه تاني صلاح معصن الفترات اللي حصل فيها لا عنده أزمة ثقة عنده ما عندهش يعني فقد الثقة داخل نادي الأهلي طب نقولهم كده بالترتيب نقولهم خالد عبد الفتاح صلاح معصن ماشي خالد عبد الفتاح صلاح معصن مين تاني هقول لحضراتك على مفاجأة كبيرة جدا مودست عيب مش مفاجأة مفاجأة لي أنا مودست لحد اللحظة دي مودست كان خلاص بنسبة 90% خارج نادي الأهلي في يناي ممكن يكمل ممكن يكمل أنه كل مراهن عليه في الاجتماعات الأخيرة مع علاجة التخطيط والكلام مع الكابتل الخطيف في الأيام الأخيرة عمل برنامج يعني عمل برنامج مع نتمنى مدارب اللياقة بتاعه اللي هو كام مع بروسيا دورتومنت ماشي يعني خلال فترة يعني مودست فيه كلام مودست فيه كلام لأنه أنت النادي الأهلي عنده فترة كبيرة جدا خليها كابتل مين بقول لحضراتك على حاجة فيه خمس مباريات للنادي الأهلي هيحسموا مصير حاجات كبيرة جدا في موقف اللاعبين الراحليين هتتكلم عن خمسة وعشرين نوفمبر الأهلي هيلعب مع ميدياما الغاني في دورة أبطال أفريقيا آي تمانية وعشرين نوفمبر الأهلي واسموحة في الدوري اتنين ديسمبر يانج أفريقز والأهلي في دورة أبطال أفريقيا ستة ديسمبر الأهلي وزيت تسعة ديسمبر الأهلي وشباب بولوزداد هنتكلم عن فيه ثلاث ملفات مهمين جدا خمس مباراة خمس مباراة هيحسموا حاجات مهمة جدا من ضمنهم عمرو السلية علي معلول فيه اتفاقى أنه هم فيه يعني تأديرة لقيمة علي معلول وعمرو السلية اللعبة دي تستمر معنا اللعبة دي مش مهمة دس داخل الملعب اللعبة دي في قط اللبس مهمة جدا اللعبة دي عندها خبرات الزاتي لم الفرقة لم الشامل الفرقة في أي وقت ده مهمة جدا الأمر الثاني زي ما قلت لك ده من ضمن الحاجات المهمة جدا يعني عشان ده بالنسبة ملف الراحلين يعني ده حاجات الأساسية في الملف محمد عمين بقى محمد عمين بقى إذا أنت ما قلت وده كلامك مليون في المئة صح اللي أوروض اللي جاي له محمد عمين منتظر هو شايف أن بطولة أفريكا اللي جاية دي هتكون نقطة انطلاقة لي حتى النادي الأهلي كان نفسه يمدد عائده محمد عمين من 20-25 إنه حانته 25-25 كان عاوز يجدد لمدة سنتين كمان الكاتل الخطيب قال لهم لأ تبسيوا بنتشوفوا بطولة أفريكا اللي جاية لو في عرض مهم كبير جدا يطلع عن طريق الأهلي يطلع عن طريق الأهلي والأهلي يستفادوا اللاعب يستفاد بالزبط لأن محمد عمينة مواحد لسه سنه صغير بس أنا قلت لك الأندية المتابعة دا حقيقي أندية من أسبانيا وألمانيا وفي الدورة الإيطالية كمان لا دا كان قديم الدورة يتكلم برضو على دوريات خليجية متابعة بشكل جيج برضو تمام يعني دي أندية إذا أنت أقولت كده يعني أندية في أسبانيا والدورة الإلمانية متابعينه بشكل جيج بس خلي بالك لم يأتي عرض رسمي إلى الآن لمحمد عبد المناء ولا لعب في النادي الأهلي يا كبت المهينة بالزبط كده ولا أي حد خالص ما فيش عروض رسمية وصلت النادي الأهلي كلها دي كلها اتفاقات لحد الآن خلينا يا كبت المهينة بقولك أنت تتكلمت عن نقطة مهمة جدا في أزمة السلاسة في منتخب مصر خلينا نتكلم عن أزمة حسين يعني في النادي الأهلي عن حسين الشحات ومام عشور النادي الأهلي متمسك جدا بسياسة اتحاده اتحاده القرى أو الجهاز الفن من منتخب مصر كل واحد حر في دارته كل واحد شايف القرار الأفضل ليه هو يختاره فيتوريا شايف أن اللعبة دي أثرت معاه سواء كان في التدريب يعني لم تنفس تعليماته خلال تدريب البعض مباراة جبوتي هو شايف الأمر ده يستبعدهم هو أمر يشايفه يعني يستدعون تاني ما يستدعونش تاني نادي الأهلي قاله هو حر احنا داخل نادي الأهلي احنا حرين برضو في تنفيذ قرارات النادي الأهلي يعني احنا ما عندناش حجم دي احنا يا الأهلي بضرب مثال كابتن العصام الحاضر لما تم استدعاءه بل كده من منتخب مصر بعد ما هرم النادي الأهلي ورحل سيون كان النادي الأهلي ما تكلمش في الموضوع ده النادي الأهلي برضو عنده افترادها تانية أنا لم أضمنش إيه اللي حصل مع اللعبة بعد مباراة جبوتي وأو في التدريب أنا عشان كده اللعبة دي اتحاده الكورة أو الجهاز للفن المنتخب مصر هو حر في القرار استدعونه قبل كده شايف اللعبة دي هتفيد المنتخب أهلا وسهلا ما استدهمش أهلا وسهلا اللعبة دي نكملها معنا ما فيش مشكلة خالص لأنه كان حصل جلسة استماع بين إمام عشور وحسين الشحات مع كولر وكابتل خالد بيبو يوم الحدي اللي فات في أول تدريب له عادة وصوله من منتخب مصر خلينا مرضو رحنا نقطة مهمة تانية كريستو كريستو يعني ده واحد من اللعبة الوعدة الصعدة اللي جات للناس كانت شايفاها هيكون نقطة انتراكة كبيرة جدا حتى الآن كريستو لم يستفد فيه وجوده في النادي الأهلي واللعب نفسه جاء طلب من كولر إنه يطلع في انتقالات يناير سواء داخل مصر أو خارج مصر كريستو عاوز يقرر تجربة الكندوسي إنه يحصل على فرصة كريستو عنده أمل إنه كمتواجد فيه المنتخب الولمبي التونسي راحل معسكر المنتخب الأول التونسي ودي برضو فرصة ما بتكررش لأي أحد عاوز يشارك في الملعب عاوز رجلي في الملعب دايما موجودة بشكل كبير جدا لكن كولر يعني رفض تماما رحيل اللعب ده بشكل تام كولر عنده اقتناح تام بكريستو وعنده قال له الفترة الجانت هتاخد من المباريات وهتشوف لداء داخل مبارات شكلها إيه وفيه أمل كبير جدا إن كولر يبدأ الاعتماد على كريستو في المبارات القادمة ودي يعني وعد من كولر اللعب نفسه عشان كده أمر كريستو رحيله خلاص لا كولر رافض الموضوع ده وإن كان كريستو هو كان مصمم على هذا الأمر كريم نادفت بنسبة 90% زي احنا ما قلنا مكمل في النادي الأهلي مش هيتطلع خارجين أهلي فيه اتنين مهمين جدا يا كابتن مهيب النادي الأهلي بتكلم معهم دلوقتي محمد شكري وأحمد رمضان بك محمد شكري انت عارف طب ما فيش مهاجم بتكلم معه لا فيه أنا لسه جاي لك دلوقتي طب بصورة حيات الزهيرة الأيصر دلوقتي فيه مهمة جدا إن هتكلمنا على العلم على لوسة الخمس مبارات ده هتحسن بشكل كبير جدا فيه عدم اقتناع بكريمي دي بيس نسه ما عندوش خبرات كبيرة جدا الأهلي بتكلم معه محمد شكري من سلاميك القلبات ده وفيه يعني فيه تقدم فيه المفاوضات بشكل كبير جدا إن محمد شكري ورحمة رمضان بك هم نشوفهم من ضمن الصفقات الأهلي في ينايه فيه مهاجم في نادي الأهلي جاي آه فيه مهاجم من نادي الأهلي بس هيكون مهاجم محلي ما فيه مهاجم أفريقي ولا أجنبي جاي في نادي الأهلي في انتقالات ينايه وأقرب أقرب وهم فيه ثلاث لاعبين بالتنادي الأهلي بتفاوض معهم أقربهم أحمد عاطف ووفا لا أحمد أمين ووفا آه ده أقرب واحد وبنسبة يعني 95% أكثر من نادي الأهلي وفيه تقدم في مفاوضات مع المهندس أيمان الشريع آيا بس عايز 3 مليون دولار لا الكلام ده مش هيتم طبعا خلينا بس خلينا كابتهم هنا بتتكلم يعني 3 مليون دولار في لعب هنا صعب دي قالك زي وزي إمام عشور ما يقلش أهمين ما فيش لا إمام عشور لعب خبرات كبيرة جد اللعب منتخل شخص جد جد لا هي ما هو الأستاذ أيمان الشريعي شاطر مشيت معاه في كذا العيب مش هتمشي طبعا لكن مع الأهلي مش هيمشي كلام لا طبعا استحالها في الأرقام استحالها في الأرقام دي دلوقتي تتكلم في 3 مليون دولار تتكلم يعني وبتتكلم في الدولار ليه باش مهندس تتكلم داخل في 140 مليون جينار أما نجيب مليكة بقى لا وليه بيتكلم في الدولار لا صعب صعب 100 دولار ليه إحنا في الدور المصر يا جماعة ما تحسوا بينا شوية ما تحسوا بينا بلاش أفورة بجد والله يعني إحنا في الدور المصر يتكلم يقول مثلا 100 مليون جنيه يقول زي ما أنت عايز أنت حر على فكرة أنت تطلب اللي أنت عايزه أنت حر لكن ما تقولش تأتي مليون دولار مش أكتروا محتاجوا عملة صعبة بس مش أكتر لا مش كده يعني بجد يعني حسوا بالناس وحسوا باللي إحنا فيه أنت رئيس نادي محترم وإنت اسمك كبير ورجل ما شاء الله شاطر ومش هتقفوا قدام رغبة اللاعب دي حاجة لكن إن أنا أطلب 3 مليون دولار ماشي أطلب 3 مليون دولار من نادي بره صعر اللعيب أطلب 200 مليون جنيه لكن ما تقولش 3 مليون دولار صعب جدا أرقام دي صعب النادي الأهلي أساسها ماشي هوافها أرقام دي خلص النادي الأهلي دولارتي بتكلم في تفاوض يدفع مقابل مادي عارت لعبين فقط عارف عشان الزمال يكيخش يعني موضوع اللي هو إيه كل نادي دلوقتي يقولك أساس دا لعب مقاروض عليه 5-6 أنداء اللي كان بيعمله المهندس فرج عامل بس المهندس فرج عامل راجل شاطر في الحتة دي يعرف سوا اللعبة عنده يعرف اكسب منها كواس جدا مهندس فرج عامل هي مشت معاه في مصطفى شدبي وخبالك وفي إبوكا وخبالك قالك أكمل صعب في أحمد دا مينوفة 3 مليون دولار دي استحالة طبعا قالك بقى كامل عود علي 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 ليه تقولت تجابه كام يعني هو أحمد دا مينوفة يعني حقيقة فيه مقابل مادي فيه يعني أعراض لعبة من نادي الأهلي بعض اللعبة الصعادة في نادي الأهلي تروح إنبي زي ما بحصل في الصفاقات التانية يعني تمشي كلام كده خلال إنما تدفع 3 مليون دولار دا استحالة في نادي الأهلي دي إحنا دخلنا في تجارة بقى ما دخلناش في كورة لا لا دي صعب الأرقام دي يعني دخلنا في حاجات إده إحنا منتاجر بقى مش كورة بقى الأرقام دي صعب قاط تسويق مطلوب وطلب لكن أنا أسلم داقني موضوع 3 مليون دولار دا بصراحة بصرا كابتن هو كل واحد طبعا عاوز يعلي اللي عنده بس دا أرقام مش يعني يعني عشان نصدقه حتى مش مقبولة يعني اللي أحنا نتكلم فيها حتى يعني أرقام صعبة جدا يعني حتى لسه أحمد أمين قفها مش لعب في منتخب مصر عشان أطلب منه 3 مليون دولار حتى حتى لو مقصد دينا خلنا روح أكابت المهم من ضمن الأخبار المهمة جدا دا مديئة في النادي الأهلي اجتماع الجامعة العمومية لأخير اللي لم يكتمل وتم تفيد مجلس لدارة في جدول الأعمال وفي مناشية الميزانية وفي كل حاجة فيه بند مهم جدا محدش واخد باله منه إن جامعة العمومية فوضت النادي الأهلي في تنفيذ استادي النادي الأهلي وفي التفاوض مع بعض الشركات خلال شهر أو شهرين أو ثلاث شهور على أقصى تقدير هيتم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى يعني لأفروح الداخل مصر وهي أساسا خارج مصر لتنفيذ استادي النادي الأهلي وده كان الحلم الكبير اللي كان بتكلم عليه كابتن محمود الخطيب لازم يكون نادي الأهلي استاد لازم يكون نادي الأهلي عنده استاد زي الأندية العلامية الكبيرة ده يعني خلال شهور هيتم الاتفاة مع الشركة العالمية دي وهيتم بتنفيذ استداد نادي الأهلي في الشيخ زايت خلينا أقول